بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله الوحدة الرابعة نتكلم فيها عن لزوم وأقسامه ذكرنا في أقسام الدلالة في الوحدة الثالثة أنها تنقسم إلى دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام ودلالة التزامية ذكرنا أنها ما يلزم من فهم شيء آخر لم يدل عليه اللفظ وسوف نقف هنا مع تعريف اللازم وأقسامه وهو الذي تنسب له الدلالة الاتزامية اللازم هو ما يمتنع في كاكه عن ملازمه عقلا أو عرفا وهو يقسم بوجه عام إلى ثلاثة أقسام القسم الأول اللزوم الخارجي فقط كدلالة لفظ الغراب على السواد فإن الغراب لا يوجد في الخارج غير أسود ولكن السواد هذا الذي هو لون الغراب ليس بلازم لمفهوم الغراب لا يردم من كل ما أطلق لفظ الغراب أن يجد السواد أي أن تلك الكلمة لا تبعث على ذلك اللون الذي اتخذه الغراب فإن من لمير الغراب مثلا ولم يخبر بلونه قد تتصور أن الغراب طائر أبيض لكنه صار لازما للذهن أن الغراب لا يكون إلا أسودا الثاني من أقسام اللازم هو اللزوم الذهني وذلك كلزوم تصور البصر عند تصور العمى عندما يطرق مباشرة كلمة عمى يفهم مباشرة أنه سيب البصر لأن معنى العمى المطابقي هو سلب البصر فلا يفهم معنى سلب البصر حتى يفهم مفهوم البصر إذن لا بد من فهم البصر عندما تطرق كلمة عمى لا بد أن يتبادر لذهنك إذن فما هو البصر فتعرفه وذلك لأن العمى كما قلنا هو سلب البصر القسم الثالث من الأقسام اللازم هو اللزوم الذهني والخارجي أي مجموع الأمرين تحادث الحادث إلى محدث ولزوم الزوجية إلى الأربعة فإن من تصور معنى الأربعة فهم لزوما كونها زوجا أي منقسمة إلى متساويين وكذلك الزوجية لازمة للأربعة وللستة وللاثنين وللثمانية ونحو ذلك من الأعداد هذه لازمة لها في الخارجي وفي الواقع ثم إن اللازم ينقسم من وجه آخر إلى لازم بين ولازم غير بين يعني كل هذه الثلاثة أنواع اللازم الذهني واللازم التي سبق تعرضنا لها اللازم الخارجي واللازم الذهني واللازم الذهني والخارجي تنقسم إلى قسمين لازم بين ولازم غير بين فاللازم البين هو ما لا يحتاج إلى دليل سوى تصور المتلازمين كتصور الزوجية الأربعة مباشرة نعرف أنه عندما نقول أربعة فإنها زوجية مباشرة فإنها عدد زوجي وكلما كنا مثلا زوجي فإنه يتبادل للذهن الأربعة والإثنين والستة ونحو ذلك القسم الثاني هو اللازم غير البين وهما يحتاج في تصور التلازم بين طرفيه إلى دليل وذلك كلزوم الحدوث للعالم فإن لا نعرف أن العالم حادثا إلا بعد إقامة الأدل عليه إذا تصورنا العالم وتصورنا الحدوث فإن لا نجزم باللزوم بينهما بل نحتاج إلى دليل على أن العالم حادث وإن كان هذا لازم لكنه غير بين ولذلك أقيم الدليل عليه في علم التوحيد بقولنا العالم متغير وكل متغير حادث إذن العالم حادث احتجنا إلى هذا الدليل وإن كان هذا لازم ولكنه غير بين ولذلك افتكر إلى هذا الدليل والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم